سي نعمان يعني أصوات شابة جميلة وقوية يعني يزخر بها المغرب في يعني بشكل في كل ربوع المغرب كيف يمكن توجيه واحتضان هذه الأصوات لكي يعني لضمان استمراريتها يعني في السكة الصحيح يعني في الاتجاه الصحيح وليكي تخدم الأغنية المغربية بالتالي أولا أنه كما قلت الصوت تلعب دور صغير نعم وأنا متافق معك أنه المغرب ربما عندها تعلاقة بالجغرافية عندها أصوات جميلة جدا وهذا باعتراف المنطقة المغرب العربي بسيفة عامة عندها أصوات جميلة باعتراف كبار لها أنا أعتقد أنه لما يسهل عليك الله وتصبح نجم هذه أربعتك هذه الهبة لا أحد يحيدها لك أربعتك نعمة حافظ عليها كيف ستحافظ عليها ليس لازم نقول لك أنت نجم تدخل السنة الأولى لبعهد الموسيقى ولكن أبتر نفسك جيبوا أستاذ هل تعلم أن ساميرا سعيد النجم الكبير لا زالت لحد اليوم ثلاثة أربع مرات في الأسبوع تتأخذ دروس دي الصوت مش عيب وأبراو عليها بالحكس هذا مبتوب طبعا هذا اجتهاد هذا اجتهاد هذا دكاء كذلك هذا دكاء مني نعم دكاء صحيح في سن متقدمة لجأ إلى المعهد لاستكمال دراسة الصوت محمد عبدالوهاب ثلاثة أربعين عامات دخل لما هادي تعلم كتابة النوطة الموسيقية اثنان لا يتعلمان مستحي ومتكبير غير إما النجم تقول لك أنا خايف يشوفوني أنا واحد من الناس اللي قلتها مرة وسأقولها مرة أخرى أمامك في الكاميرا أنا مستاد نقطر ورشا مجانا وبكل الحب وبدون أستادية لكل النجوم المغاربة اللي عندهم واحد القاعدة إعلامية نشرح لهم ما هي المقومات الأغنية المغربية ما هي المقامات المغربية اللي تسعود وتسعين في المياه دي اللي هم ما تعرفوهاش ما هي الطبوع ما هي طاريخ الموسيقى المغربية كيف تغني ما هي مقومات كتابة الأغنية والتي تختلف عن مقومات كتابة الشعر لأنك انتقد تكون شاعرا جميلا نعم وتهدي لي شعرا ولكنه ما يصلحش الأغنية ولكن إلا أطرت واحد المجموعة للشعراء وشرحت لهم كيف نكتب الأغنية الأمر سيكون سهلا جدا صحيح لا أنا مستعد أنني أطر ورشا وربما هنا دخل وزارة ثقافة لأن وزارة ثقافة دبا عندها تقريبا 15 مليون درهم ستعطيها سنويا دعما للموسيقى وأنا بالنسبة لي غيرت أضيع فلوسها لأنها مكينة تنتيجة لأنها مكينة استراتيجية لو أخذنا شوية من هذه الفلوس وقدرنا استراتيجية لتكوين هذا النجوم لو أخذنا شوية من الميزانية المهرجانات ومنهم موازن لأنها معها ماشي الضوء لمليارات وأتنى بها الساحة الفنية نرتقي الفن ارتقاء وقد يكون شقاء ونحن اليوم أصبح الفن لدينا شقاء ماشي في المغرب نعم منظومة وهذا سبب العولمة التقافية التي أنا ضدها